كاميرات الأغوار حصلت على اللقاء مع المخرج فؤاد الشربيني وتكلم عنا المهرجان القومي للسنة مشاركتي أنا مشارك بفيلم الماضي فيلم الماضي بيناقش قضية ما تكلمتش ناس كتير عليها وهي المشاكل النفسية اللي بتقابل بعض الناس في حياتها لحاجات هم مش مالهمش يد فيها بمعنى ايه يعني هو الفيلم بيبتدي انه هو فيه ولد بيلعب جتار كده وشاب بصغنن وبتاعه وكل ما ييجي يعمل الموهبة بتاعته دي والده دايما يفضل يقول له لأ وده وحش وده بتاع ويتخانق معاه ولكن في اخر الفيلم بيتضح ان والده بيتخانق معاه عشان والده عنده مشاكل في الشغل ومش عارف يصرف على الولد من ايه فهي المشكلة مش ان الولد وحش لا ده مشكلة ان الظروف مش وبعد كده الولد دخل في علاقة عطفية البنت رفضته برضه تعقد من موضوع كان بيحاول ينقذ واحد صاحبه لقياه اتوفى كل الحاجات دي في الاخر بتظهر لنا انه هو مش هو هو مالوش يد في الموضوع ده الولد اللي اتوفى ده توفى قبل ما هو يوصل له اصله هو فيلم انساني وعايز اعني اوصل للجمهور انه هو لا على فكرة انت مش كل حاجة بتعملها انت ممكن تبقى لك يد فيها او ان انت بتبقى وحش او لا ساعات بتبقى الظروف مش سامحة بس هو ده اله مشاركتي دي المشاركة للسنة التانية انا شاركت في المهرجان اللي هي اخر دورة اللي هي اعتقدت كم سنتين تقريبا كان فيلم الظل كان بناقش مشكلة التحرش ملخصه يعني ان هو واحد بيعاكس بنته وبتاع في الاخر اكتشفت نياء اخته يعني من كتر ما هو مش مركز في الموضوع اشتركوا في القناة